موسيقى طبعا مساءكم عزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم حلقة اليوم ستكون استكمالا لحلقة الأسبوع الماضي والتي كانت بعنوان قانون حرية التعبير والعقلية الشمولية وحاولنا أن نبين من خلال استقراء دقيق لمواد القانون أنه كانت هناك إرادة واضحة للمشرع العراقي بأن يعني يقيد إلى أكبر حد ممكن كل الحريات التي الموصوفة في هذا القانون كنا بداية كما أوضحنا في الحلقة الماضية أمام إغفال تام ومطلق لمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان اللي هي حرية الرأي يعني بمعنى حرية اعتناق أي آراء يراها من دون تدخل أحد هذا الحق أغفل تماما في متن القانون وتحدث القانون عن تعبير يعني يرد لأول مرة على أقل أنا أسمعه للمرة هو حرية التعبير عن الرأي يعني في حين كل المواثيق الدولية كل العهود الدولية كل المدونات المتعلقة بحقوق الإنسان تميز بين أمرين بين حرية الرأي وحرية التعبير حرية الرأي شيء وحرية التعبير شيء آخر في حين مساودة القانون التي تناقش اليوم في مجلس النواب أغفلت هذين الحقين وتحدثت عن حق بمصطلح غريب هو حق التعبير عن الرأي وقلنا أن هناك يعني إرادة سياسية وأهداف سياسية وغايات سياسية لهذا الإغفال يعني نحن أمام إغفال متعمد وليس إغفال لشخص لا يعرف ماذا يريد لا هناك إغفال متعمد بإغفال فكرة حرية الرأي يعني حرية اعتناق الآراء من دون تدخل أي أحد وأوضح له الأسباب ذلك كنا أمام مصطلح آخر غريب هو حق المعرفة تم إبدال هذا المصطلح بالمصطلحات المتداولة دوليا اللي هي حق الوصول إلى المعلومات حق الحصول على المعلومات أو حرية المعلومات وبينا أيضا أنه كانت هناك يعني عمليا مواد عبثية تتعلق بحق الحصول على المعلومات وأنه القانون كرس فكرة حجب المعلومات من خلال قدم إلزام أي جهة بتقديم مثل هذه المعلومات يعني بمعنى القانون كما أوضحنا في الحلقة الماضية أعطى للإدارات الحق بأن تنشئ أو لا تنشئ مواقع الكترونية لها تنشر فيها المعلومات التي تريد وأعطاها الحق بأن تعطي المعلومات التي تريد يعني قال للوزارات والجهات غير المرتبطة ووزارة أولها بمعنى لم يكن هناك أي إلزام لجهات الحكومية بتقديم المعلومات وكنا أيضا أمام محاولة عبثية يعني أقرب إلى الدخول في متاهة بالذهاب إلى يعني مفوضية العليا لحقوق الإنسان بشكوى إذا ما حجبت عنك معلومة كمواطن وأنه المفوضية إذا مرتأت أنه هذا الطلب يعني يتوافق مع القانون ولا أعرف كيف ما هي يعني مواصفات هذا الاتفاق مع القانون لها أن تطلب يعني أيضا ليس هناك إلزام وبالتالي كان من الواضح من المواد المتعلقة بحرية الحصول المعلومات أنه هذا القانون يكرس حجم المعلومات وهو يقيد بشكل مطلق حق الوصول على المعلومات بأي شكل من الأشكال تحدثنا أيضا عن يعني المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الوصول إلى المعلومات تحدثنا عن مبادئ جوهانس بيرغ المتعلقة بالأمن القومي وحرية الوصول إلى المعلومات وقلنا كيف يجب أن يقيد هذا القيد المتعلق بالأمن القومي إلى أدنى حد ممكن يعني استكمالا لهذه القضية سنشير أيضا بشكل سريع إلى ما يتعلق بيعني وثيقة دولية أخرى تتعلق بهذه المسألة اللي هي ما يسمى بمادئ جواني يعني جواني مدينة في جنوب أفريقيا في عام 2013 كان هناك يعني مؤتمر كبير فخرج هذا المؤتمر بما أسمي المبادئ العالمية للأمن القومي والحق في المعلومات والحق في المعلومات يعني ذرايت يعني هذا حق أصيل يعني لا يمكن تقييده في هذا يعني يعني هو يشرح يقول أنه بالتشاور مع أكثر من 500 خبير من أكثر من 70 دولة في 14 اجتماع عقد حول العالم بمساعدة مبادرة عدالة المجتمع المنفتح بالتشاور مع المقررين الأربع الخصوصين في حرية التعبير أو وحرية الإعلام والمقرر الخاص بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان ومذكورة يعني المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة المقرر الخاص بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المقرر الخاص بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات منظمة الدول الأمريكية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذه خرجت بحصيلة هي مجموعة مبادئ هي تقريبا تكريس لمبادئ جوهانسبرغ التي ظهرت في عام 1996 في هذا أيضا يقول أن الوصول إلى المعلومات بتمكين الشعب أتمنى أن تنتبهوا إلى ما يرد في هذه الفقرة أن الوصول إلى المعلومات بتمكين الشعب من التدقيق في أعمال الدولة لا يحمي فقط من إساءة الموظفين العمومين لسلطاتهم بل يمكن العام أيضا من المساهمة في صياغة سياسات الدولة ولذلك فإنه يشكل عاملا حاسما في حماية الأمن القومي لحظة يعني بمعنى الوصول إلى المعلومات هو عامل في حماية الأمن القومي وفي المشاركة الديمقراطية وفي صياغة السياسات الراسخة ولحماية الممارسات الكاملة لحقوق الإنسان وفي ظروف محددة قد يكون من الضرور الاحتفاظ بسرية المعلومات لحماية المصالح الشرعية للأمن القومي بمعنى هناك ربط واضح في هذه المبادئ بين المعرفة وبين حماية الأمن القومي وليس العكس يعني كلما عرفت أكثر يعني كلما استطعت الحصول على معلومات أكثر هذا يقيد قدرة الموظفين العلميين على الإساءة لسلطاتهم بمعنى في ظل بين ألف مزدوج الإصلاح الذي يتحدث عنه السيد العبادي الذي يتطلب الكشف عن المعلومات لكي يساعد المواطن ويساعد الشعب في الحد من الفساد في متابعة عمل الدولة نجد أن السيد العبادي يرسل بمسودة قانون سبق للسيد المالكي أن أرسلها في عام 2011 تحجب بشكل كامل ونيوتام ومطلق الوصول إلى المعلومات يعني حقيقة تلغي هذا الحق تماما من المدونة القانونية العراقية من خلال هذا القانون أيضا أن المعرفة تساعد المواطن في المساهمة في صياغة سياسات الدولة وبالتالي هو يقيم يصحح وما إلى ذلك أيضا فيما يتعلق بالتقييدات هناك شروط للتقييدات هي نفسها التي وردت في مبادئ جوهانس بيرغ يعني بشكل أساسي هي التقييدات الثلاثة التي تحدثنا عنها نذهب إلى الأمر الآخر المتعلق بالقانون وهو المادة يعني احنا في الحلقة السابقة وقفنا عند المادة خامسا الآن نستمر مع المادة سادسا وهي حرية الاجتماع يقرر القانون في المادة ستة أنه المادة ستة أولا أنه للمواطنين حرية عقد الاجتماعات الخاصة ودون حاجة إلى إذن مسبق ويحضر على رجال الأمن حضور هذه الاجتماعات يعني الاجتماعات الخاصة التي تعقد في أماكن خاصة وليس في أماكن عامة يعني في البيوت على سبيل المثال يعني حقيقة من المعيب أن ترد هذه العبارة في هذا القانون يعني هذا شيء طبيعي يعني ليس من الدولة ليس من أحد أن يسمح لك بالاجتماع الخاص لكن هذه عقلية الدولة الشمولية يعني عقلية الدولة الشمولية مهيمة هنا وبالتالي تعتقد أنه إذا ما سمحت بالاجتماع الخاص فهذا حق يعني هذا كأنه يعني قبول من الدولة قبول من الحكومة قبول من سلطات الدولة بمبدأ حق الاجتماع في حين من المعيب أن ترد هذه العبارة التي تتحدث عن حرية عقد الاجتماعات الخاصة وأنه يسمح للمواطن بعقدة هذه الاجتماعات الخاصة اجتماعات خاصة يعني هذه يجب أن لا ترد في متن القانون ويجب أن تحذف بالمطلق من متن القانون طبعا المادة ثانية يكفل هذا القانون حرية الاجتماعات الانتخابية يعني لا تعليق على هذه المسألة المادة سبعة هي أم المشاكل في هذا القانون يعني يقول أنه للمواطنين حصرا وليس حق أصيل لأي إنسان للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على إذن مسبق ركزوا على فكرة الإذن المسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل خمسة أيام في الأقل على أن يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان مكان عقده وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له يعني بمعنى لا يمكن عقد اجتماع عام إلا بإذن لا يمكن عقد وهذا مخالف لكل الأنظمة الديمقراطية في كل الأنظمة الديمقراطية هناك إشعار هناك إختار هناك تبليغ بأنه نحن المنظمون للمظاهرة للاجتماع كذا نريد المشاركة في اجتماع في مظاهرة في الوقت الفلاني في الزمان الفلاني الغرض من هذا الإبلاغ حتى يتم توفير الحماية لهذا التجمع وبالتالي فكرة الإذن المسبق هو من إرث الدولة التسلطية ومن إرث العقلية الشمولية التي تحكم صناعة القوانين في العراق يعني لأقارن لكم بين قانون يصدر عن بين ألف مزدوج مرة أخرى دولة ديمقراطية مفترضة هي العراق تطلب من المواطنين إذن مسبق لأي اجتماع وبين الأمر رقم 19 الذي أصدره بريمر في تموز عام 2003 يعني الأمر رقم 19 الذي أصدره بريمر في تموز يعني بعد ثلاثة يعني تقريبا نتحدث عن ثلاثة أشهر من الاحتلال من لحظة الاحتلال أصدر بريمر الأمر رقم 19 الذي يقول به من نص يعني سأقرأ لكم أمر بريمر الذي هو قانون قانون سنته دولة احتلال مقارنة بقانون تسنه دولة ديمقراطية مفترضة ما الذي يقوله هذا أمر سلطة الائتلاف الموقعة رقم 19 الذي صدر في تموز يوليو عام 2003 طبعا بريمر يتحدث هنا يقول وإذ يساورون يقلق من استغلال المظاهرات من قبل أشخاص سلطة احتلال في النهاية وإذ ألاحظ أن الفقرات هذه سنأتي عليها لاحقا لأنها خطيرة في مثل هذا القانون تأتي إلى الفكرة الأهم زين لحظ الفقرة القسم الرابع المعنون الإشعار كتابيا بالتجمع الإشعار سلطة الاحتلال لا تطالب المواطنين إلا بإشعار يقول المادة بالنص يحضر قانونا على أي مجموعة أو منظمة أن تسير أو تشارك في أي مسيرة أو أن تعقد أو تشارك في عقد أي تجمع أو اجتماع أو تجمهر على الطرق أو الشوارع العامة أو في الأماكن العامة إلا إذا أخطرت سلطة الترخيص بذلك قبل 24 ساعة في حين دولة ديمقراطية مفترضة تطلب من مواطنيها أن يحصلوا على إذن مسبق لأي تجمع لاحظوا لاحظوا الكارثة يعني سلطة الاحتلال كانت أكثر ديمقراطية والتزاما بالمعايير الديمقراطية من سلطتنا الوطنية الديمقراطية المفترضة فيطالبك القانون حرية التعبير بتبليغ مسبق قبل خمسة أيام في حين سلطة الاحتلال طالبت بإختار قبل 24 ساعة على الأقل لاحظوا لاحظوا المقارنة مع من في كل الدول الديمقراطية ليس هناك شيء اسمه يعني إذن مسبق لعقد اجتماع عام أو لعقد أو لمظاهرة أو لتجمع أو لاعتصاب طبعا قضية الاعتصام هذه قضية خاصة لأنه من الواضح أن هذا القانون يحضر الاعتصامات بالكامل بالمطلق وهو واحد من التقييدات إذن يجب أن يكون هناك إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل خمسة أيام على الأقل ماذا في حالة عدم موافقة الإدارة بمعنى السلطة المحلية لاحظوا المادة ثانية تقول تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة من رئيس وعضوين لماذا لا أعرف يعني أنا أريد أن أنظم مظاهرة أنا شخص هذا القانون يمنعني القانون يطالب بلجنة منظمة تتكون من رئيس وعضوين على الأقل لماذا لا أعرف يعني هذا لا يعرفه إلا الراسخون في العلم الذين كتبوا مسودة هذا القانون يعني هذا شيء عبثي بالمطلق وغير مسوّغ وغير مقبول استمر وإذا لم يتم تشكيل هذه اللجنة فإنها تعد مشكلة من الأعضاء المثبتة أسماؤهم في طلب الإذن أعضاء يعني وليس عضو لازم أعضاء لازم مجموعة وتكون اللجنة مسؤولة عن حسن التنظيم حسن تنظيم الاجتماع والوفاء بالتزامات المقررة القانون المحافظة على الاجتماع بالتنسيق من الجهات المخصص بمعنى اللجنة المنظمة ستكون مسؤولة قانونيا ما هي العقوبات المترتبة على ذلك سأأتي إليها في النهاية لنكتشف أنه في ظل هذا القانون لن يقوم أحد بتنظيم أي مظاهرة لأنها سيكون عرض للمسائلة وعرض للعقوبة بأي لحظة سأبين لكم كيف هذه القضية لاحقا ثالثا ماذا في حالة الرفض يعني أوكي الحكومة طالبنا بإذن مسبق حكومتنا الديمقراطية طالبنا بإذن مسبق قبل خمسة أيام في حين حكومة الاحتلال الغاشم كانت تطالب بإشعار كتابي قبل 24 ساعة على الأقل نستمر ثالثا إذا رفض رئيس الوحدة الإدارية طلب عقد الاجتماع العام رفض يعني رفض بدون تسبيبات يعني لم يقل القانون أن على رئيس الوحدة الإدارية في حال الرفض طبعا أنا رافض لفكرة الإذن المسبق أصلا ولكنني لأجل المناقشة فقط يعني يعني كان المفروض رئيس الوحدة الإدارية يقدم أسباب إذا ما كان هناك رفض لكن لا يطالبه القانون بأي أسباب يقول إذا رفض مزاجية أنا بكيف ماريت ما يعجبني هذا من حقا القانون ينطي الحق إذا رفض رئيس الوحدة الإدارية طلب عقد الاجتماع العام فلرئيس اللجنة المنظمة للاجتماع أن يطعن بقرار الرفض أمام محكمة البداء المختصة وعليها الفصل فيها على وجه الاستعجال إذا ما رفض رئيس الوحدة الإدارية ورفض غير مسبب يعني القانون لا يطالب يقدم رفضا مسببا لا لا رفض كيف يعني يعطيه الصلاحية المطلقة للرفض في حال الرفض المنظمين هم الذين يذهبون إلى المحكمة وتعدل هذه القضية من الأمور يعني وعليها يعني على المحكمة البداء الفصل فيها على وجه الاستعجال ما معنى وجه الاستعجال لا أحد يعرف يعني يوم يومين سبوع عشر تيام إذا ما يكون يعني دور يعني ما معنى على وجه الاستعجال لا وجود لشيء في القانون العراقي يحدد المدة الزمنية على وجه الاستعجال وبالتالي يمكن تسويف أي طعن يقدم إلى أن تمر الذكرى أو عفوا أو تمر الحالة التي استدعت مثل هذه المظاهرة إذن السلطة التنفيذية هي التي تقرر والسلطة القضائية على وجه الاستعجال غير المحدد وكما كنا نقول ونقول دائما أننا في ظل سلطة قضائية مسيسة سيتم استخدام القضاء لمنع مثل هذه التجمعات سواء بالتسويف أو برفض الطعن وما إلى ذلك خاصة أن القانون لا يحدد ما هي الآليات التي تلزم القضاء بالقبول وعدم القبول بالرفض وعدم الرفض قضية أيضا غير واضحة قضية أيضا خاضعة لمزاج لوجهة نظر القاضي في محكمة البداء لاحظوا حتى تستكمل الدائرة شوف المادة رابعة شو تقول يبلغ قرار الرفض وفق البد ثالثا من هذه المادة إلى منظمي الاجتماع العام أو إلى أحد مقدمي الطلب قبل موعد الاجتماع بـ 24 ساعة في الأقل ويجري التبليغ بالطرق المحددة قانونا أولا يعني أنت لازم تقدم قبل خمس أيام إذن مسبق لكن من حق السلطة التنفيذية عبر رئيس الوحدة الإدارية أن يرفض قبل 24 ساعة يعني قبل 24 ساعة لازم تستلم التبليغ طبعا التبليغ محدد يقول ويجري التبليغ بالطرق المحددة قانونية ما هي الطرق المحددة قانونية النشر بجريدة يعني إذا أنا قدموا الطلب وبالخميس رفض وأنا يعني أقدم طعن وبعدين الطعن يعني قبل عفوان قبل يعني أنا قدمت الطلب وبالخميس رفض ماكو جمعة جرائد ماكو سبت جرائد يعني لازم أنتظر أربع خمس أيام حتى أذهب للطعم هذا كله محاولة لتقييد الاجتماع العام لفرض قيود على الاجتماع العام عندما تقول قبل 24 ساعة بطرق التبليغ الرسمية هذا أيضا إمكانية للتسويف قبل 24 ساعة هل يمكن أن تتخيل أنه محكمة البداءة تقبل القضية وتبت بيها خلال 24 ساعة يعني أنا أريد أسوي بكرة تجمع بمناسبة يوم العمال العالمي أو عيد المرأة أي مناسبة فعلي أنا أذهب قبل خمسة أيام مزيئن؟ يعني إذا تحدثنا عن يوم واحد آيار أو يوم ثمانية نيسان عيد المرأة فإذا قدمت قبل خمسة أيام فيجيين الرد قبل يوم مزيئن؟ قبل يوم ربما يأتيني مساء فبالتالي لازم أذهب اليوم الثاني إلى المحكمة إذا كانت عطلة رسمية المحكمة تقرر على وجه الاستعجال ممكن هذا وجه الاستعجال يستأخذ أسبوع أسبوعين ثلاثة بالتالي لا إمكانية لتحقيق تجمع عام في مثل هذه المناسبات هل تتخيلون الصورة يعني؟ أنه تطلب إذن قبل خمسة أيام هو يرفض لك قبل يوم بعدين أنت تذهب إلى محكمة البداءة على وجه الاستعجال من يقرر وجه الاستعجال القاضي؟ محكمة البداءة عدد القضايا الدور إلى آخره كل هذه هذه تقييدات تتجاوز المنطق حتى الأقل تتجاوز الحدود تتجاوز المنطق كيف يمكن قبول مثل هذه الصياغات في دولة ديمقراطية مفترضة مثل العراق كيف يمكن لمجلس النواب أن يمرر مثل هذا القانون؟ وإن يكون أني شك أن مجلس النواب قد يجد أن هذا القانون فيه تساهل كبير فيضيف تقييدات أخرى يعني نعرف ما هي ذهنية مجلس النواب لكن سنتحدث بمنطق أن الجميع بريء والجميع يريد إنشاء دولة ديمقراطية لكنه لا يعرف كيف تبنى هذه الدولة وبالتالي إذا ما كنت غير عارف كيف تبنى هذه الدولة يجب أن تأخذ استشارات يجب أن تراجع منظمات دولية يجب أن تلتزم بمعايير دولية لكن القضية ليست هكذا هناك إرادة مسبقة للتقييد هناك إرادة مسبقة لحجب هذه الحقوق والحريات هناك إرادة مسبقة لمنع هذه الحقوق والحريات من خلال قانون حتى تكون الأمور بهذا الوضع نستمر المادة ثامنا طبعا لا يجوز إجبار أحد هذه الجملة يعني تجدها في كل القوانين المتعلقة بهذه المسألة لا يجوز عقد لكن لا يجوز عقد الاجتماع العام في الطرق العامة هذه غير مفهومة حقيقة هذه يعني يرادة لفتح فال يعني يعني أين أعقد الاجتماع العام يعني الاجتماع العام هنا يتضمن مظاهرات أيضا يعني مزين يعني يعني ممكن أدخل أسوي الاجتماعه وهذا الاجتماع يخرج لاحقا في مظاهرة سلمية يعني سنأتي إلى المظاهرات السلمية ولكن الاجتماع العام يمكن أن يتحول إلى مظاهرة لا يعقد الاجتماع العام في طريق العام غير مفهومة حقيقة يعني يعني أين يعقد أنا أتذكر أنه عندما حصلت مظاهرات 2011 في حينها طالب أحد المسؤولين يعني بنقل هذه المظاهرات إلى ملعب الشعب يعني هي فكرة المظاهرات أن تكون في الأماكن العامة يعني هي المظاهرة الاجتماع العام فكرة الأساسية هو العمومية زين؟ لا أحنا نريد أن نخليها بملعب ولازم مصر الاجتماع عام في طريق عام لماذا لا أعرف يعني لماذا لا يمكن أن يتحول أي اجتماع عام إلى مظاهرة أيضا هذا السؤال يعني يحتاج إلى فتاح فالقمع كما قلت لا يجوز أن يمتد أجل الاجتماع العام لما بعد العاشرة مساء لماذا أيضا لا أعرف الاجتماع العام لا يمتد إلى ما بعد العاشرة مساء لماذا العاشرة يعني لماذا ليس الـ 11 لماذا ليس الـ 12 يعني ما موجب هذا التحديد غير المفهوم يعني حقيقة يعني زين الحمد لله ما قاله يعني بعد الدوام الرسمي يعني يعني اللهم إلا إذا مجلس النواب أضاف هذه العبارة وقال لا يجوز أن يمتد أجل الاجتماع العام لما بعد الدوام الرسمي يعني حتى نكون أمام يعني حتى تكمل السبحة ما يكون لكن نستمر للمجتمعين في اجتماع عام الحق في رفع اللافتات والشعارات والإدلاب التصريحات غير المخالفة للنظام العام أو لأداب العام ليسائل الإعلام طبعا قضية الحق في رفع اللافتات والشعارات يعني أصلا معيبة أن تذكر يعني هذا حق طبيعي يعني أن تذكر في قانون غريبة يعني كأنها مننا يعني والإدلاق بتصريحات غير المخالفة للنظام العام أو لأداب العامة طبعا من يحدد ما هو النظام العام من يحدد ما هي لأداب العامة هذا يحتاج أيضا إلى يعني كلام طويل المادة تسعة قبل أن نذهب إلى فاصل زين المادة تسعة يقول يحضر ما يأتي عقد الاجتماعات العامة في أماكن العبادة أو المدارس أو الجامعات أو دوائر الدولة إلا إذا كانت المحاضرة والمناقشة التي تقل من أجلها تتعلق بغرض مما خصصت له تلك الأماكن طبعا ألا تعقد اجتماعات في دور عبادة اجتماعات عامة في دور عبادة يعني حقيقة غير مفهوم يعني أنا أريد أسوي اجتماع عام رمضان وعند اجتماعات عامة في في مناسبة مناسبة دينية لماذا لا يمكن استخدام الجامع أو دور العبادة لا أفهم لماذا لا تستخدم المدارس أو الجامعات إذا ما كان هناك غرض يعني يعني لماذا يمنع الطلبة من موارسة حقوقهم السياسية هذا حق سياسية يعني واحد من حقوقهم السياسية لاجتماعات العامة يعني طلاب المدارس وطلاب الجامعات إذا أرادوا يعني يعقدوا اجتماعات عامة يضربوا إلى خارج الجامعة وخارج المدرسة لماذا هذا التقييد هذا غير مفهوم يعني لكن هذا هو ذهن الدولة التسلطية هذا هو ذهن الدولة الشمولية التي حكمت صياغة هذا القانون طبعا ثانيا هذا قضية يحضر حمل السلاح هذا طبيعي بجميع نوعية وسؤولة دوات الجارحة حول حد أو أي ما تلحق الأذى بالنفس والمتركات هذا شيء طبيعي يعني نأخذ فاصل ونعود لنستكمل قراءة وتحليل هذا القانون اشتركوا في القناة يعني من تابعنا في الجزء الأول من هذه الحلقة كنا نستكمل قراءة قانون حرية التعبير وكانت حلقة اليوم أيضا بعنوان قانون حرية التعبير والعقلية الشمولية وبينا من خلال القراءة أنه هذا القانون هو قانون لحجب الحقوق والحريات لتقييد الحقوق والحريات لمنع الحقوق والحريات وليس لضمانها داخل العراق وقلنا أنه كل ما ورد في هذا القانون هو تكريس لفكرة الدولة الشمولية وليس لفكرة الدولة الديمقراطية وقارننا في الجزء الأول ما بين متطلبات الاجتماع العام والمظاهرات والتظاهر السلمي بين بريمر دولة الاحتلال وما بين الدولة الديمقراطية المفتررة في العراق وكان واضحا أن الشروط التي وضعها بريمر كانت متناسبة مع المعايير الدولية أكثر مما هي عليه قانون الدولة الديمقراطية المفترضة نستكمل القانون لأنه سنذهب إلى قضية التظاهر السلمي المادة عاشراً الفصل الرابع حرية التظاهر السلمي المادة عاشراً يعني تقول أنه للمواطنين التظاهر سلمياً للتعبير عن أرائهم أو المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وفق الشروط المحددة في المادة سبعة من هذا القانون بمعنى أي واحد يريد يسوي مظاهرة مثل ما بينا بالفقرة السابقة أي واحد يريد يسوي مظاهرة يجب أن يقدم طلب للحصول على إذن مسبق هذا الطلب يقدم قبل خمسة أيام هناك صلاحية مطلقة لرئيس الوحدة الإدارية بالرفض يسلم الرفض قبل 24 ساعة على الأقل من نهاية المدة تذهب إلى لك الطعن أمام محكمة البداء ويجب البد في هذه القضية على وجه الاستعجال يعني نفس الدائرة التي كانت يعني الدائرة التي شاهدناها في الاجتماعات العامة تكرس أيضا مع التظاهرات وبالتالي يمكن يعني لا أقول تقييد وإنما منع أي تظاهرة سلمية من خلال هذه الحلقة المفرغة من خلال يعني عادة التظاهرات مرتبطة بأسباب بحالات بقضايا محددة مستعجلة أن تذهب إلى خمسة أيام ثم رفض ثم طعن ثم قرار محكمة يعني عمليا هذا تسويف يعني الشغلة تروح وتموت وتعيش مرة ثانية وأنت ما قادر تحصل إذن مسبق للقيام بمظاهرة طبعا ما الذي سيترتب على ذلك هذا هي المفاجأة التي سنبينها في نهاية هذه الحلقة طبعا لا يجد تنظيم المظاهرات التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة العاشرة ليلا يعني بمعنى القانون يمنع فكرة الاعتصام بشكل مطلق لا يسمح لك بالاعتصام يعني الاعتصامات التي تستمر عادة أيام أو أسابيع يعني هذا القانون يحضر الاعتصامات ويحدد وقت أوقات محددة يعني لك أن تذهب بمظاهرة ما بين الساعة سبعة والساعة عشرة ليش؟ نعرف يعني لماذا هذا التحديد بين السابعة والعاشرة لا أعرف يعني لأسباب أمنية يعني حقيقة يعني تحديد عبثي لكن مقصود يعني نذهب إلى الفقرة اللاحقة اللي هي الأحكام الختامية الأحكام الختامية الحقيقة يعني تكون السلطات مسؤولة لكن فيها أيضا في الصياغة هناك أكثر من تحفظ علامة استفهام يعني المادة داعش أولا تقول تكون السلطات الأمنية مسؤولة عن توفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين إذا كان الاجتماع أو التظاهرة قد نظمت وفق حكام هذا القانون يعني وفق هذه الحلقة المفرغة للإذن المسبق ولا يجوز لها استعمال القوة لتفريق المجتمعين أو المتظاهرين إلا إذا أدى ذلك إلى زعزعة الأمن أو الحاق الأضرار بالأشخاص أو المتركات الأموان من الذي يحدد ذلك؟ قوات الأمنية طبعا من الذي يحدد ذلك؟ السلطة التنفيذية طبعا يعني وبالتالي يعني من يحدد ما هو الأمن العام وما هو زعزعة الأمن هي قوات الأمنية وتابعة للسلطة التنفيذية من يحدد إذا ما كان هناك إلحاق ضرر أو لا؟ السلطة الأمنية ربما السلطة الأمنية تعتبر أنه إذا ما مشيت على حديقة فهذا إضرار بالممتلكات العامة يعني إضرار بالحديقة فمن حقها أن تفرقك بالقوة لأنه الفكرة هنا أنه من حق يعني يجب أن تقرأ هذه الفقرة بطريقة معكوسة تقول من حق القوات الأمنية السلطات الأمنية استعمال القوة في حالات محددة هذا يعني يجب أن تقرأ المادة هكذا أنه من حق القوات الأمنية استخدام القوة طبعا القوة لم تحدد طبيعة القوة يعني حتى القوة المفرطة ممكن أن تكون حاضرة هنا في بعض الحالات من يحدد هذه الحالات؟ السلطات الأمنية شاهدناها كيف حددت هذه الحالات في مظاهرات عام 2011 شاهدناها كيف حددت هذه الحالات في مظاهرات أخرى كيف استخدمت العون في الإطلاقات النارية وكذا ولم يساءل أحد حول هذه القضية هذا حق طبيعي لحظة إذن القانون الذي جاء لحماية الحقوق والحريات يؤيد أو يكرس فكرة حق السلطات الأمنية في استخدام القوة لتفريق المتظاهرين في حالات تحددها هي تحت عمارات غامضة وفضفاضة مثل الأمن مثل الأمن الحاق الأضرار بالممتلكات أو الأفراد أو الأموال نستمر في حالة حصول أضرار جسدية طبعا هذه المادة لن أطيل فيها يعني في حالة حضور أضرار من حقك أن تلجأ إلى المحكمة تطلب تعويض وما إلى ذلك يعني حتى في حال فإن مسببي الأضرار المسؤولين عن التعويض عنها إذا ما اكتشفوا طبعا لكن هنا الخطورة أن يحمل المنظمين يعني المنظمين وهذا اللي قلت في البداية أن المنظمين يحملون المسؤولية لأن الفقر السابق هم يتحملوا المسؤولية وبالتالي لن ينظم أحد مظاهرة يعني بمعنى إذا سواء يعني أنا أريد أن نظم مظاهرة مع مجموعة طبعا كما يفرض القانون وأربعة خمسة مندسين تسروا دمروا سرقوا أنا أتحمل المسؤولية وبالتالي من حق المتضرر أن يلجأ إلى القضاء لمحاسبتي أو لطلب التعويض من عندي يعني في ظل هذا القانون لن يتورط أحد بتنظيم مظاهرة أجزملكم يعني نستمر المادة 12 لا المادة 12 مضحكة يعني الحقيقة لم أتعامل مع المادة 12 إلا على أنها نكتة طرفة تقول لا يجوز وضع القيود على الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون إلا على بناء بناء على مقتضايا المصلحة العامة بمعنى كل هذه التقييدات وهذه التحديدات وهذه الدوائر المفرغة وهذه العبثية المتعلقة بحق الحصول على المعلومات يمكن تقييدها مرة أخرى يعني يفترض المشرع الذي وضع هذه الصيغة ذو العقلية الشمولية أنه هو قدم لك كل ما يستطيع وبالتالي من حق أن يقيدها أيضا يعني يقول بالنص لا يجوز وضع القيود إلا يعني بمعنى من حق السلطة التنفيذية أن تضع قيود على هذه القيود وأن تضع موانع على هذه الموانع وأن تضع تحديدات على هذه التحديدات لمقتضايات طبعا ترد عبارة للمرة الأولى المصلحة العامة من يحدد المصلحة العامة؟ بالتأكيد البقوص سواء الأمني أو بالسلطة التنفيذية إلى آخره هو الذي يحدد ما المصلحة العامة وبالتالي من حقه إذا ما تعارضت هذه اللاحقوق وهذه اللاحريات أن يقفها مرة أخرى أن يقيدها مرة أخرى طبعا سأستمر حتى فقط لأن عندي مشكلتين أساسية في هذا القانون والوقت بدأ يدركنا يعني يعاقب بالسجل عشر سنوات أيضا هذه عقوبة لا تتناسب مع طبيعة الاتهامات الواردة هنا القضية أيضا يعاقب بالحبس بغرامة كذا من اعتدى طبعا هذه المادة يعني المادة ثانيا أليف با جيم دال ها واو منقولة بالنص يعني لحظوا قانون في دولة ديمقراطية ينقل مادة بالنص من قانون لدولة شمولية يعني هذه المادة وردت في تعديل على قانون العقوبات في التسعينيات لكن يأتي المشرع هنا ليستخدمها يعني حتى في ظل الدولة الشمولية التي رمبابا أستطيع أن أقول أنها بدأت في عام الف وشمائة وثمانية وخمسين يعني مع تموز أربعة عشر تموز بثمانية وخمسين حتى في ظل هذه الدولة وصولا إلى التسعينيات يعني إلى ربما الستة وتسعين لا أتذكر متى حتى هذا التعديل يعني بس أعتقد الستة وتسعين كل هذه السنوات لم يجرأ أحد على وضع مثل هذه المادة لم ترد مثل هذه المادة لكن وضعت فيه تعديلات التسعينيات يأتي مشرعة دولة ديمقراطية تأتي وزارة مشكلة في دولة ديمقراطية ومجلس شورى دولة في ظل دولة ديمقراطية لينقل لنص بالكامل من قانون العقوبات إلى قانون متعلق بالحريات لاحظوا يعني لا أعرف ما هي هي مفارقة الحقيقة هي أكثر من مفارقة يعني مزيلا أن كل الدولة الدولة الشمولية العراقية من 63 إلى التسعينيات لم تضع مثل هذه المادة لكن جاء تعديل في قانون العقوبات في التسعينيات في ظل وضع الجميع يعرف كيف كان فيأتي مشرع الدولة الديمقراطية ليأخذ هذه المادة ليضعها كما هي ولا أزيد يعني طبعا المادة 14 الخطيرة جدا المادة 14 و15 لأنها مترابطة المادة 14 تقول يطبق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69 في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون هذه فقرة الفقرة المتممة المادة 15 يلغى أمر سلطة الاتلاف الموقتة رقم 19 عن حرية التجمع سأعود بكم إلى هذا الأمر أمر رقم 19 أمر سلطة الاتلاف رقم 19 لاحظوا معي على الشاشة بريمر يساوره القلق من استغلال المظاهرات لكنه يلاحظ في الوقت نفسه لاحظوا العبارة ثانيا العبارة ثانيا من التي وردت في رقم 19 أنه وإذ ألاحظ أن أحكام الفقرات ميتين وعشرين إلى ميتين واثنين وعشرين يعني ميتين وعشرين ميتين وواحد وعشرين ميتين واثنين وعشرين ثلاث مواد الواردة في الفرع الثاني من الفصل الثاني من قانون العقوبات العراقي لعام التسعة وستين تقيد على نحو غير معقول حق الأفراد في حرية التعبير وحق وحقهم في التجمع السلمي دولة احتلال ومبثل دولة احتلال اللي هو رئيس السلطة الموقتة في حينها يرى دولة احتلال يرى أن المواد ميتين وعشرين ميتين وواحد وعشرين ميتين واثنين وعشرين من قانون العقوبات لرقم مية ودعش سنة تسعة وستين كما يقول هو بالنص يقيد على نحو غير معقول حق الأفراد في حرية التعبير وحقهم في التجمع السلمي تأتي حكومة دولة ديمقراطية مزين طبعا نستمر فقط حتى بس بريمر سوا من شافة غير معقولة ذهب إلى الغاءها أو تعليقها يعني بريمر قال بالنص أنه هذه هذه المواد غير معقولة وبالتالي سأذهب إلى تعليقها يعني فقط المادة حتى أقراركم إياها بالنص لحظة الآن لاحظ في سلطة أمر سلطة الاعتلاف القسم الثاني تعليق أحكام القانون بريمر علق أحكام المواد 220 221 222 مزين عندما تأتي إلى إلى قانون الدولة الديمقراطية ما الذي فعله قانون الدولة الديمقراطية أولا ألغى أمر بريمر رقم الساعة عشر بمعنى ألغى تعليق المواد 220 221 222 222 وبالتالي هذه المواد أصبحت عاملة أصبحت نافذة عندما تأتي المادة 14 وتقول يطبق قانون العقوبات القومية 11 فيما يتعلق بهذه المسألة هذا يذهب بنا إلى ضرورة قراءة هذه المواد الثلاثة 221 222 222 222 212 222 لنقرأ معكم على الشاشة موجودة وإن يكون الوقت بداية دركنا مادة 220 من قانون العقوبات التي بموجب هذا القانون قانون حرية التعبير عن الرأي سيعادل عمل بها تقول بالنص أنه إذا تجمهر خمسة أشخاص فأكثر في محل عام وكان من شأن ذلك تقدير الأمن العام وأمرهم رجال السلطة العامة بالتفرق فكل من بلغوا هذا الأمر ولفظ طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن ماء الدينار أو بأحدهتين العقوبتين لاحظوا هذه المادة أصبحت عاملة الآن المادة 220 تقول عفوا 221 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة أو بحدها كل من دعا إلى تجمهر في محل عام أو أدار حركته أو اشترك فيه مع علمه بمنع السلطات ذلك بمعنى تذكرون بالمواد الخاصة بالتجمع وبالتظاهر لم ترد أي عبارة حول العقوبات في حال أنه تم رفض الطلب لكن صار الاجتماع أو صارت المظاهرة هذا وين يحلها تحلها هاي المادة أنه كل من يقام بمثل هذا الفعل فهو سيعاقب بالعقوبة ذاتها من حرض على التجمهر المشارئ يعني بمعنى يحكم بسنة كل من قام بمظاهرة أو بتجمع عام من دون موافقة رسمية وفقا للمادة مية وواحد ميتين وواحد وعشرين سيعاقب بالحبس لمدة سنة أو بغرامة طبعا المادة ميتين واثنين وعشرين يعني في حالة ارتكاب جناية أو جريمة في ظل هذا التجمع العام أو التظاهر هناك جملة من العقوبات لاحظوا برامر يعلق مواد يجدها غير معقولة وقانون حرية التعبير في ظل دولة ديمقراطية مفترضة يعيد العمل بهذه المواد لاحظوا الكارثة أنهي بتقرير لمنظمة دولية المنظمة دولية هي منظمة الأرتكاب منظمة المادة 19 منظمة المادة 19 أصدرت تقرير في عام 2011 على مسودة قانون وزارة السيد المالك الثانية التي هي نفسها المسودة التي تناقش اليوم في مجلس النور ما الذي قالته هذه المنظمة الدولية حول هذا القانون سأقرأ بشكل سريع الملخص التنفيذي تقول هذه المنظمة الدولية المعروفة يعني مقرها لندن مسودة قانون حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي مليئة بالثغرات القاتلة من حيث حقوق الإنسان لا بد من إصلاح إصلاحات قانونية جوهرية لحماية حق التعبير في العراق يخفق القانون في نواحي مفصلية متعددة في الرقي إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان تعريف مسودة القانون لحرية التعبير تخفق تخفق في أن تتوافق مع قانون حقوق الإنسان العالمي فحق التعبير حق أساسي لكل البشر وليس مقتصرا على المواطنين تشوه مسودة القانون من حيث المبدأ معايير التقييدات المسموح بها فرضها على حق حرية التعبير أو الحق في الحصول على المعلومات وحق التجمع وحق التظاهر السلمي وتسمح مسودة القانون بفرض قيود على حرية التعبير حيثما أدت إلى الإخلال بالأمن والآداب العام وهذا تقييد مبالغ فيه لحق حرية التعبير تكتفي مسودة القانون بالتأكيد على الحق في الوصول إلى المعلومات من غير تفصيل التغييرات التشريعية والمؤسسات التي يجب أن تحصل لضوان هذا الحق بكلمة أخيرة تهدد مسودة القانون بتقويض لا تعزيز حماية حقوق الإنسان في العراق وهذا ما شرحناه لكم في يعني الحلقة في هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة يعني أتمنى أن يكون الأمر واضحا نحن أمام قانون معيب قانون يجب أن ترفض مسودة بصيغة حالية يجب أن يعاد كتابته بعيدا عن ذهنية يعني ما سميناها بالعقلية الشمولية أو بذهنية الدولة التسلطية يجب أن يكتب قانون حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات وحرية التجمع والتظاهر السلمي وهو يعني يجب أن يكون العنوان بهذه الصيغة عنوان القانون يجب أن يعاد صياغته من جديد متوافقا مع المعايير الدولية لهذه الحقوق والحريات إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج مفاهيم نلتقيكم في حلقة قادمة مع السلامة اشتركوا في القناة شكرا